نظمت مؤسسة صناع الحياة مصر المعسكرة التدريبية للفرق الفائزة في مصابقة يوني جرين الممولة من الاتحاد الأوروبي لاستكشاف حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية وتعد جامعة نيل الشريك الرئيسي في المصابقة حيث تصديف المعسكرة لمدة أسبوع تتضمن حلقات تدريبية في ريادة الأعمال بدأت مؤسسة صناع الحياة مصر في تنفيذ المعسكرة التدريبية للفرق الفائزة في مصابقة يوني جرين الممولة من الاتحاد الأوروبي لاستكشاف حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية جامعة نيل وهي الشريك الرئيسي في المسابقة تصطديف المعسكرة لمدة أسبوع والذي يتضمن حلقات تدريبية في ريادة الأعمال وتطوير الشركات الناشئة النهاردة في معسكر لبناء القدرات للفرق اللي مقدمة في المسابقة احنا تقدم لنا 400 أبليكيشن تم التصفيات لأكتر 20 فكرة قوية ومن 20 فكرة حصل انترفيوز بشكل قوي جداً وتم اختيار 11 فريق للمعسكر اللي من المعسكر حيتساعدوا للمسابقة الوطنية وفي المسابقة الوطنية هيتم اختيار خمس فرق فائزين خمس أفكار خمس فرق فائزين هيتغضوا دعم مادي ودعم فني لأفكارهم طبعاً المشروع بيتماشى مع أهدافنا ان احنا عايزين دايماً يبقى لنا أثر مجتمع كبير بيحصل ومنركز كنا على حاجات بذات اللي فيها تكنولوجي أو انوفيشن اللي هي ابتكارات أو تكنولوجيات حديثة في المشاريع اللي بتكون متقدمة فوجودنا هنا في مشروع كبير مع أعلى الحياة والأكاديمية البحرية بتمويل من الاتحاد الأوروبي بيخلق لنا نحن نقدر ندي وقت أكبر وندي مجهود للشركات دي وكانت مؤسسة صناع الحياة مصر قد أطلقت مسابقة يوني جرين الوطنية لإيجاد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ الممولة من الاتحاد الأوروبي وتنفذها مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أبرز الحلول أن احنا حالياً في مصر البالمويست أو اللي هي منتجات النخيل المخلفات بتاعت النخيل دي بتبقى كميتها حوالي 6000 تن سنوياً فإحنا بناخد المنتجات دي بنحولها عن طريق التكنولوجيا بتاعتنا وعن طريق الـ AI والـ IoT الـ Internet of Things بنحولها إلى المنتجات شبهة البيتا كاروتينو والمنتج الأساسي بتاعنا دلوقتي وهو منتج أساسي موجود بشكل أساسي في الطبيعة وهي عبارة عن صبغة دي بتتحول في الجسم لفيتامين إي وفيتامين إي ده طعم بساعد جداً في جهاز المناعي وبيقدي بشكل قائص على الصحة العامة للجسم المشروع بتاعنا بيحاول أنه هو يعمل ركومنديشن للمحصول المفروض يتزرع زائد أنه برضو بيتحكم في المية الدقيقة يعني مية بتدخل على الأرض الزراعية كمان أنه هو بيريكمند الفرتليزر ده بنعمله عن طريق الزكاء الاصطناعي ويعني IoT هاردواري يعني سنسيز وكده هو بيعنده فكرة فكرته دي بتبقى كلها افتراضات أنا باخد الافتراضات دي أخليه حاول أول حاجة يعرف إيه هي الافتراضات بعد كده يحولها الفرديات والفرديات دي بنعمل لها تجارب صغيرة نقدر نطلع منها معلومة تساعدنا أن احنا ناخد قرارات إذا كان اللي احنا بنعمله ده يجي منه لازمة كبيزنس ولا لا لأنه بس مش مهم أنه أنا مجرد بعمل اختراع أو بعمل تكنولوجيا جديدة لازم يكون لها جدوة يأتي المعسكر التدريبي كنموذج لدعم رواد الأعمال الشبابي في مواجهة تحديات تغير المناخ في مصر في ظل اهتمام الدولة المصرية بالملف البيئية وتحقيق أهدف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030